موسيقى 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 ضمن حملة حساب كريم 2023 من البنك الإسلامي الفلسطيني فازت المواطنة ميسون جابر المدخرة لدى فرع البنك في عين يبرود شمال شرق راملة بجائزة ربع مليون شكل شعور مفاجئ جدا جدا أول مرة بربح شيء والحمد لله رب العالمين مبسوط يعني البنك الإسلامي تعاملهم ممتاز والله يعطيهم العافية ويرزقهم ويفتح جميع الشباب الصبايا والشباب تعاملهم ممتاز ورائع وراقي جدا أنا أحب أن أأتي على الفرع خاصة أنه قريب علي أنا من بتين وقريب علي في عين برود ويعمل البنك الإسلامي الفلسطيني من خلال حملاته العديدة وجوائزه النقدية الكبرى على تعزيز ثقافة للدخار في المجتمع وتحفيز عملائه على فتح حسابات توفير وتنمية حساباتهم الحالية الحملة مستمرة ولله الحمد منذ بداية العام العديد من الفائزين من خلال تعامل مع البنك الإسلامي الفلسطيني منذ اليوم الأول لإفتتاح حساب التوفير يحصل المواطن على هديته من داخل فروع البنك وأيضا يوجد جوائز عديدة من أهمها الجوائز الكبرى ربع مليون شيكل في كل ربع سنوي وفي نهاية العام إن شاء الله رح يكون عندنا 500 ألف شيكل للفائز الأكبر وتتضمن الحملة المستمرة حتى نهاية العام السحب على جوائز نقدية بقيمة ربع مليون شيكل كل ثلاثة أشهر وجائزة كبرى بقيمة نصف مليون شيكل في نهاية العام بالإضافة إلى باقة مميزة من الهدايا العينية الفورية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة